سبت شغلك وجيت ليا واضح هم ساعتين ده أنا استأذنتهم بالشكل وبعدين عواضهم آخر اليوم مهم طميني عملته ايه لسه ما دخلناش طارق ابني علي مخرج مسرح فريق الجمهة نزاك يا طارق نزاك يا علي معلش تعدناك معي نقدت الخير لا أنا تعب ولا حاجة إن شاء الله بس القضاء تخرص على الخير وحق أخدي الجارجة إن شاء الله إن شاء الله أسفوات دا عديزنا خلطتك كلمة عفان أنا حقيقيا أسفوات مش عارف أول الحضرتك لكن محدش كان يقصد كل اللغمات اللي حصلت دي وعلشان كده ياسر جاي معايا وحابب يعتزل بنفسه الحضرتك وحيعتزل لخديجة كمان ونعمل صلح ونلم الموضوع بدل موضوع النيابة والمحاكم والكلام ده والله مالوش لازمة يا أسفوات والصلح دا حيرجع أزايد بناتي معاك حق حضرتك معاك كل الحق بس إحنا بنحاول محدش يتضرر في الموضوع واللم الدنيا والله إي أصص علىه رأيي حضرتك إي ما تقول حاجة والله يا أستاذ الموضوع واضح جدا وموقف ياسر من خديجة والأستاذ فؤاد برضو واضح جدا وأنا موجود النهاردة عشان نجليه حق يخدم وإلى ما كانتش الدولة تهتمل والأواضي اللي من نوعها والله يا فندم أنا مقدم موقف حضرتك جدا وكلنا أبهات وأنا حزب بساتك ومشاعة بس معلش يعني يا بختي من قدر وعيف وإنت بتأسف لعمك فؤاد وليزمالتك يلا عمو أنا جاي اعتذر وبقولك أنا آسف والموضوع ما كانش ما كانش قد نوصل لحد كل ده خديجة أنا آسف ما تلاقش عليها هي دلوقتي خرجت بكفالة لغاية ما التحيي انتهي لكن إن شاء الله هنقدر نوصل الاتفاق مع والد البنت قبل كده بكتير أنا مستعدة هتزلك قدام الكلية كلها خبيجة يا أستاذ فؤاد ما تخلينا بقى نخلص الموضوع ده وبعدين دول في الأول وأنا في الآخر زي ولادك برضو وأنت ما ترضاش إنه مستقبله بيطيع وبعدين بناتك على رأسنا من فوق أسيدي أشعر أنا أتغلغ يا بنت إيهيتي؟ دخلتك تستنيني بره حبيبت تعالي لك بابا تعالى معي حاضر جاي وركي يا حبيبت جاي وركي يلاش خد أخلت بره اسمعي بقى يا بنت إنتي أنا هقولي الكلمة أول مرة تسمعيها الفلوس صحيح مهمة بتخلي البني أدمين مستقرة مادياً بس في حاجة تانية الاستقرار المعنوي والعاطفي والإنساني وده اللي مش عندك خالص للأسف أهم كتير من الاستقرار المادي عشان كده الناس كلهم مرخديجة وشايفين إن عندها حق إنما أنت معاكي ناس قليلها ومعارضينك أكتر كتير كان لازم تشغلي دماغك وتفكري تعرف إن العذيك والغلط غلطك بالذات أنه يكون سبب وأخلاق وتربية مش حاجة مجبور عليها زي بنتي خديجة فنان قدير قوي يا جماعة تقفولوا يا جماعة أستاذ يا أستاذ أستاذ مش مرضو أمفيش فايدة احنا أسفين يا أستاذ أستاذ بعد أستاذ أنا حكمل عشان الغلطان لازم يتحاسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر